بداية نشرتنا اليوم الأحد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه تضامنه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بن سليفانيا إثر حادثة إطلاق النار التي تعرض لها ترامب والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين مؤكدا سموها أن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب